السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعد صباحكم صف ثاني كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير اليوم الثاني في عنا قاعدة جديدة من قواعد اللغة العربية جاءت هذه القاعدة في تمرين أو تدريب من تدريبات درس توماس أديسون دعونا نرى اليوم في عنا قاعدة جديدة وهي ضمائر الغائب ضمائر الغائب وتستخدم للعاقل فقط يعني ثاني شو يعني ضمائر الغائب؟ ضمائر الغائب يعني تستخدم لشخص أو أشخاص غير موجودين يعني ما بيكون موجودين معك في نفس المكان ضمائر الغائب يعني الغائب يعني لشخص أو أشخاص غير موجودين سواء كان شخص مفرد أو كان متنى أو كان جمع دعونا نرى ما هي هذه الضمائر عندي أنا ضمائر الغائب هي عبارة عن خمس ضمائر الضمير الأول عندي هو هو يستخدم للمفرد المذكر مثال هو فلاح النشيط تمام هو يستخدم لإيش المفرد المذكر عندي هي هي يستخدم للمفرد المؤنث مثال هي ممرضة نشيطة يستخدم لمن يثاني هي تستخدم للمفرد المؤنث عندي كمان هما هما يستخدم للمثنى المذكر والمؤنث تستخدم للمثنى المذكر والمؤنث مثال على المثنى المذكر هما طالبان مجتهدان مثال على المثنى المؤنث هما طالبتان مجتهدتان عندي كمان في ضمائر بيستخدمها للجمع اللي هي هم هم يستخدم للجمع المذكر مثال هم جنود شجعان هم جنود شجعان هم إذن لا إيش يستخدم للجمع المذكر عندي اللي بعديها وآخر ضمير عندي هون هي هن هن يستخدم للجمع المؤنث يستخدم للجمع المؤنث مثال هن معلمات متميزات طيب دعونا بناء على ما تم شرحه دعونا نضع ضمير الغائب المناسب الدال على كل صورة بدي أوضح هون أي شي ثاني عند الصور هاي عند الصورة رقم واحد بدي أحط ضمير إما هي أو هو أو هما أو هم أو هن عندك بالصورة رقم واحد إيش هي ثاني شايفين أنتو في عندي أنا صورة لولد لولد واحد شايفين الصورة الأولى صورة ولد واحد ما شو بستخدم له بستخدم له هو ولد الثانية عندي فتاة واحدة بستخدم لها إيش هي فتاة الصورة الثالثة بس في عندي أنهم مثنى مذكر يعني ولدان هما ولدان بعدين استخدم هما فتاتان ليش لأنه عندي أنهم مثنى مؤنث تمام بعدين وارح ويني ثاني على السورة الخامسة وعندي أنهم مجموعة أولاد مجموعة أولاد بستخدمهم هم أولاد ليش لأنهم تستخدم الجمع المذكر هون كمان عندي مجموعة فتيات يعني هون تستخدم عندي لجمع المؤنث تمام هم تستخدم لجمع المؤنث السؤال اللي أمامنا هون دعونا نضع ضمير الغائب المناسب في الفرق ولكن قبل وضع هذه الضمائر بدنا نشوف يعني الاشي اللي وراء الفرق ايش بيكون مفرد مذكر مفرد مؤنت متن مذكر متن مؤنت بيكون عندي جميع مذكر جميع مؤنت وهكذا طبعا عندك الضمائر هي هو هما هن هم تمام عندي رقم واحد شو بستخدمي لها بدي اقرأها اول اشي رجل شجاع رجل شجاع بما عندي هون كلمة رجل رجل هون ايش مفرد ولا مثنى ولا مذكر اذا عندهم مفرد بس مفرد ايش مفرد مذكر بستخدمي لها ايش اذا بستخدمي لها هو تمام بروع على رقم اثنين جملة رقم اثنين بطلع على الكلمة اللي بتيجي بعد الفرق شو هي مزارعان عندك هون مثنى مثنى شو بستخدم له المثنى دائما بستخدم له هما استخدم له استخدم له هما قصدي عندك هون رقم ثلاث رقم ثلاثة ثاني الطفلة جميلة الطفلة هون ايش مفرد مفرد ايش بس مفرد مؤنسة بستخدمه لها ايش هي بستخدم ايش هي الطفلة جميلة عندي هون عندي هون عندي هون ايش بس متنى مؤنث بستخدم لها هما تمام بنروح على الجملة رقم خمسة الجملة رقم خمسة عندك هون صديقات مخلصات صديقات هي جمع جمع ايش جمع مذكر جمع مذكر ولا جمع مؤنث هي جمع مؤنث جمع مؤنث فشو بضيف لها هون ستة اصدقاء اوفياء اصدقاء اوفياء ايش ثاني عندي كلمة اصدقاء هي هون جمع جمع ايش جمع مذكر جمع مذكر فشو بستخدم لها هون تمام يعطيكم العافي حبابي وبشوفكم ان شغل حصة الجاي الواجب اللي عندك رح ابعثه